مع حرب الإبادة عغزة رجع موضوع المقاطعة على الواجهة بالوقت اللي حملت مقاطعة البضايع والشركات الدعمة لإسرائيل عم تحقق بعض الانتصارات بتبقى مقاطعة الأعمال الثقافية المتهمة بالتطبيع مع إسرائيل موضوع شائك ومعاييره مش واضحة خاصة بلبنان وين المنع والقتل عم يهددوا الثقافة أصلا كيف؟ غالبا ما بتتحول المقاطعة بلبنان لسلاح بقيد بعض القيمين على الثقافة طيقرروا أي أعمال سقافية لفنانين معروضة بإسرائيل بتقطع وأي أعمال ما بتقطع استقبل مسرح المدينة ببيروت مبارح الثالثة عرض سيلفيا جريباودي مع أنه سبق وانعرض بتلقبيب بس حركات المقاطعة ما علقت على عكس اللي صار مع عرض المخرج اللبنان الكندي وجد معوض قبل بشهرين يلي تواجه بحملة تخوين بزريعة أنه مطبع مع إسرائيل وتلقى تمويل إسرائيلة لوحدة من مسرحياته نعرض عمل جريباودي بمسرح المدينة يلي كانت مأسسته نضال الأشقر من أول لمحرضين لمنع عرض مسرحية وجد معوض بس لازم تعرف أنه هيدا الشخص متعامل مع الإسرائيليين ببريز بالتياطة دولاكولين من زمان بس لما الاتهام توجه لمسرحها ما صار في حملة قبل بشهرين تهدد مسرح مونويا يلي كان مفترض يستضيف مسرحية وليمة عرس عند رجل الكهف لوجد معوض وتقدمت ضد معوض إخبارات قضائية بتهمة التطبيع مع إسرائيل فتم المنع أما هلأ فاكتفل بعض بمطالبة المخرجة الإيطالية بمؤتمر صحفي المفارقة أنه موضوع المؤاطعة في لبنان ما في معايير واضحة بتحدده وهو متروك للاستخدام ببازار عداوة الكار والمنافسة بين إدارات مسارح أو فنانين أو حتى بين صحفيين ومخرجين وكأنه في ناس مخوانين خلقه وغيرهم وطنيين خلقه فنان أو عمل فني مطبع أو لأ شغلة الدولة اللبنانية واحدة تقدم الجواب بناء على القانون اللبناني بعيدا عن التشبيح على فنانين ومشاريع فنية باسم مواجهة إسرائيل والتطبيع معه ترجمة نانسي قنقر